يعني بداية نسأل حضرتك حقوق الجار في الإسلام ما هي أبرز هذه الحقوق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية العلاقات الإسلامية التي من ضمنها علاقة الجوار أو الجيران أو العلاقة الجيرة من العلاقات التي صانها الإسلام وجعل لها سياجا مقدسا وأحاطها بمكان عظيم وحق الجار حق قرآني وحق نبوي وحق إيماني وحق أخلاقي نجد أن الله سبحانه وتعالى لما قال في صورة النساء وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب نجد أن هذه الآية وهذا الصياق القرآني المتصل الذي لم يفرق بين مفرضاته لنا أن نتخيل ونحن نقرأ هذه الآية من كلام ربنا ويقول يأمرنا بعبادته وحده وأن لا نشرك به وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أمرنا بالإحسان إلى الوالدين ثم بدأ يعدد لنا أصنافا وأنواعا يجب علينا أن نعتني بهم وأن نحسن إليهم وأن نودهم هذه الأصناف منها الجار ذي القربة والجار الجنوب فحق الجار الفرق بينهما الجار ذي القربة الجار القريب القريب أقرب أقرب جار إلى بيت أو منزل إلى المزل والجار الجنوب أي البعيد 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 فحسن الإسلام على هذه العلاقة فحق الجار أو علاقة الجيرة ليست من النوافل وليست أمرا مستحبا كما يتخيل البعض أو كما يصل إلى أذهان البعض مننا ولكن هي هو حق عظيم وله مكان عظيم عندما نسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ويقول ما زال جبريل يوصيني كلمة ما زال تعني الكثرة مرة ثلاث مرات خمس مرات عشرة مرات أكثر من ذلك بكثير تعني الاستمرية أوصاني وما زال يوصيني وسيوصيني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنمت تخيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة وصية جبريل له أنه سيورثه أي سيجعل للجار حقا في المراس لك أن تتخيل ونحن في مسال المراس نقول مات وترك ترك زوجة أولادا ذكورا وإناس إخوة شقاء جار فسيوضع للجار حقا في المراس من كثرة وصية جبريل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان إلى الجار هذه الحقوق التي وضعها الإسلام وهذه الشريعة السمحة للجوار أول شيء أول نقطة فيها من هذه الحقوق ولنا فيها حقوق أساسية وحقوق فرعية الحقوق الأساسية ثلاثة أولها أن تحسن إلى جارك وأن يبلغ خيرك إليه الأمر الأول أن تحسن إلى جارك الأمر الثاني أن تكف الأذى عنه الأمر الثالث أن تتحمل الأذى منه يعني ليس الأمر فقط أن نحسن إلى الجار أو نحسن إلى الجوار ولكن أن نكف الأذى عنه نمنع أزان عنه الحسد والغيبة والنميمة والحقد والتطفل عليهم والنظر إلى عورات الجيران والأمر الثالث أن نتحمل الأذى إن كان لي جار سيء الخلق يقابل الحسن مني بالسياء أصبر عليه وأتحمل منه الأذى وفي هذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى شيخ أحمد فيه شعر رفيعة ما بين الاهتمام والتطفل ما بين الجار المهتم والجار المحسن والجار المتطفل البعض بيرى أحيانا التدقل في شؤون جاره هي من باب الاهتمام إيه الفرق بالنتيمة؟ لا طبعا الإحسان إلى الجار وبالمودة والنصح والإرشاد والسؤال عنه والمعايدة عليه في الأعياد وفي المناسبات وعزائه في العزاءات وإلى غير ذلك ده من الاهتمام بالجار أما أن أنظر إلى ما عنده أن أتمنى زوال النعمة من عنده وأن تكون عندي أن أنظر إلى ما فيه من غنى ما فيه من تقدم ما فيه من مال ما فيه من نعمة الله سبحانه وتعالى الذي أعطاها له أو لأولاده أو لزوجته أو لزويه فهذا حسد صحيح فهذا تطفل من عليه كسرت السؤال أين كنت وأين ستأتي وأين فعلت ولماذا وكيف وصلت إلى هذه الدرجة أو إلى هذه الوظيفة أو إلى هذا المكان فهذا يسمى تطفل لكن أن أعتني به ويعتني بيه بالسؤال والنصيحة كما قلنا فهذا ليس من تطفل هذا الاهتمام يا شيء أحمد لو مثلا فيه مشكلة حصلت في بيت جارلي صوت عالي سمعت صوت شجار صوت خنائة هل من حسن الخلق أن أنا أتدخل أحاول حي المشكلة ولا أتعامل مثلا أنا مش سامع أو أنه أتركه وشأنه على سبيل المثال يعني فيه حاجات مواقف طبعا من دي كتير أي طبعا كل مشكلة أو كل حادثة تقدر بقدرها يعني وجدت أن فيه صوت مرتفع وجدت أن فيه أمر قد يكون في حالة وفاة أو يكون أمر إنسان مريض أو يحتاج إلى المساعدة الجار في حالة تحتاج إلى مساعدة وأن الزوج رب الأسرة غير موجود وسمحت صوت مرتفع صوت صراغ فينبغي أن أسأل أنا أترك الباب أن أسأل عنهم ما هذه المشكلة؟ هل هذا الأمر يتعلق بمشكلة أو بمرض؟ إن كان فيه ساعة أقوله والله الأمر كذا كذا لم يكن فيه ساعة فيذهب وينصرف وكأن شيئا لم يكن طيب شيخ أحمد يعني أوقع الحياة الآن ضغوط الشديدة التعقيدات اللي احنا بنعيشها في بعض الأحيان الناس ما بتعرفش جرالها في بعض الأحيان الناس بعيشوا في بيت واحد سنين العمر كله ما يعرفش جاره ما يعرفش شكله من كتر يعني ضغوطات الحياة وصعوباتها وأن كل واحد بيجري وراء حياته يعني هنا إزاي نعيد هذه القيمة مرة أخرى في حياتنا أنه على الأقل يبقى فيه سؤال عن الجار حتى في المناسبات لأنه دايما بيتذرع الناس أنه أنا بشفاضي وكل واحد بالبلد كده ملهي في حياته إزاي مرة أخرى نعيد هذه السنة المحمدية مرة أخرى في حياته ورحم الله زمانا يعني كانت الأطباق بالهدايا وبالطعام وبالفاكهة وبالشراب رائحة غاضعة من البيوت كده حتى كما كان في الريف قديما كان دايما أنا باهدي الجاري وجاري بيهدي لبعض الطعام وبعض الأنواع ونفحش رجع طبا فاضي فلازم يأتبأ ويقولك من فحش رجع طبا ولو رجع فاضي ففيه بركة صحيح من الله ودعاء منهم لهذا الجار الذي أهدهم شيئا فهذا الزمان كان زمان بركة وزمان فيه خير فهذا ما ينبغي أن يكون أن السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بجيرانه وكان يسأل عنهم حتى الشاب الذي كان غير مسلم اليهودي وهو الشاب الصبي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعيادته وقال له قل لا إله إلا الله فقال له والده أجب أبا القاصم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفف دموعه ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بيه يعني كان حريص صلى الله عليه وسلم على هداية جاره وإن كان شابا صغيرا حريصا على السؤال على جيرانه حريصا على الاعتناء بهم والاهتمام بهم ما ينبغي أن يكون هذه الأخوة لأن عندنا طبعا في الأخوة الإنسانية وفي الأخوة الإيمانية الأخوة الإنسانية أننا جميعا أبناء رجل واحد آدم وأم واحدة حواء وبيننا البنوة المشتركة والرحم الواصلة ما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذه اسمها البنوة الأخوة الإنسانية يعني مبدأ الإخاء البشري ثم يزداد بالأخوة الإيمانية إنما المؤمنون أخوة عندما يدخل الإيمان والإسلام فتزداد هذه الأخوة فهذه المبادئ وهذه الحقوق التي ينبغي أن نصل إليها وأن تقود كما كانت لكن معنى إنها مش موجودة معنى إنها حدث خلل في المجتمعات وفي أسرنا فهذا ليس صحيح لا ينبغي نحن ندعو إليها من خلال المنابر والدعاء والمنابر الإعلامية وكهذا البرنامج الطيب المبارك وكناتكم المفضلة الكريمة ندعو الناس إلى العودة إلى هذه الأخلاق الطيبة في التعامل مع الجهار طيب شيخ أحمد إيه هي الطريقة الأفضل لتعامل مع جار مؤذي جار متطفل أو حتى جار مش حابب أن هو يوصل على علاقة مع جيران وإحنا قلنا من حقوق الجار أو الجوار أول شيء أن نحسن الأمر الثاني أن تكف الأذى الأمر الثالث أن تتحمل الأذى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تخالط الناس فتصبر على أزاه خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أزاه فأن الدعوة للإنعزالية أو الإنطوائية أو عدم مخالطة الناس بدعوة قد يصبني أزى من جاري أو أنه قد يتطفل علي أو أنه قد وقد دعوة غير صحيح لأنه ينبغي علي أن أسأل عنه وينبغي علي أن أهتم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى لو أن لم يهتم به حتى لا يسألش علي في أي مناسبة ده من خلق المسلم أن يبادر بالسؤال أن يسأل المسلم ينبغي أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه وفي رواية أخرى المسلم ينبغي يحب لجاره كما يحب لنفسه ودعا الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الجار سيء الخلق فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يأمن جاره بوائق أي شرور أزاه خلقه السيء ألفاظه القذرة أو السيئة هذا الجار حذره النبي صلى الله عليه وسلم وحذره الإسلام من هذا الفعل أما الجار الطيب الجميل المتدين الذي يسأل على جاره الإسلام أعطاه أن الصبر على آذى هذا الجار له أجل عظيم عند الله سبحانه وتعالى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من أذى جاره فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله أيضا فكرة التعدي على الحدود أو الأذى للجار سواء بالكلام أو حتى بالفعل ده نوع من التعدي على حرمة الرسول أو حتى على حقوق الله سبحانه وتعالى هو كما قلنا علاقة الجيرة علاقة مقدسة وحق قرآني وحق نبوي وحق إيماني وحق أخلاقي لا يمكن أن نتخيل أو كما يتخيل البعض أو الكثير مننا أن الإسلام ما هو عبارة ما هو إلا عبارة عن الفرائد أو الأرقان الإسلام الخمسة الصلاة والشهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا الإسلام عقيدة الإسلام شريعة الإسلام سلوك الإسلام أخلاق الإسلام معاملة وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من صلاتها وصيامها صلاتها وصيامها يعني التطوع غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار لماذا؟ لأن هذه العبادات الشعائرية للصلاة والصيام لم تأتي بالثمرة المرجوة منها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه العبادات الشعارية إذا لم تأتي بالثمرة المرجوة منها وهي العبادات التعاملية التي هي الأخلاق أو منظومة الأخلاق والقيم فلقيمة لها ربا صائم ليس له من صيام إلا الجوع والتعب ربا قائم ليس له من صلاته إلا النصب والتعب إلى آخر وذكر على الوجه الآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة لا تكثر من صلاتها ولا صيامها يعني بتصلي الفرائد بس وتصوم رمضان فقط غير أنها تتصدق بالأثوار من الأقد على بعض جيرانها يعني ببعض قطع الجب المجفف على بعض جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في جنة لرحمة في قلب يعني بصيص رحمة في قلبها على جيرانها فده الرد بقى على إيه الإحسان إلى الجار السيء الإحسان إلى الجار المؤذي فله الجنة عند الله سبحانه وتعالى فهذا يخفف من حمل الإزاء ومنقزم الغيز تجاه هذا الجار السيء ترجمة نانسي قنقر